بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذهبوا للجحيم تسجيل لموقف بطولي من حرس الحدود الأوكراني انتهى بمقتلهم بنيران روسية لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية أثار موقف وصف بالبطولي لثلاثة عشر عنصرا من حرس الحدود الأوكراني كانوا يخدمون على جزيرة النائية في البحر الأسود تعاطفا واسعا من داخل وخارج البلاد بعد رفضهم الاستسلام للقوات الروسية وقعت الحادثة في الساعة المبكرة من اليوم الأول للغزو الروسي على أوكرانيا عندما تلقت مجموعة صغيرة من حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة صخرية مغفرة رسالة تحذرهم من الأسوأ وتخيرهم إما الاستسلام أو التعرض للهجوم ووفقا للتسجيلات الصوتية التي انتشرت على نطاق واسع أرسلت سفينة حربية روسية رسالة للجنود الثلاثة عشر مفادها نحن سفينة حربية روسية نطلب منكم أن تلقوا أسلحتكم وأن تستسلموا لتجنب إراقة الدماء والوفيات التي لا داعي لها وإلا ستتعرضون للقصف جاء الجواب صادما وغير متوقع للروس عندما رد الأوكرانيون بجرأة أياتها السفينة الحربية الروسية اذهبوا للجحيم فتح بعدها الروس النار مما أصفر عن مقتل ثلاثة عشر من حرس الحدود الأوكرانيين انتشرت أخبار الموقف البطولي لهؤلاء الجنود بشكل واسع داخل أوكرانيا وخارجها وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زولينيسكي بعد ساعات من الحادث أن المدافعين عن الجزيرة سيمنحون لقب بطل أوكرانيا وهو أعلى تكريم يمكن أن يمنحه الزعيم الأوكراني وتقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن نسخة التسجيل الصوتي التي يتم تداولها للحادث صحيحة ويظهر تسجيل منفصل آخر نشر على تيك توك ما يبدو أنه عنصر في الحرس الحدود الأوكراني يرتدي خوذة وقناعا في جزيرة مرجانية تعرف باسم جزيرة الأفعى وهو يشتم الروس بعد تعرضه لإطلاق النار يظهر ملفه الشخصي على تيك توك أنه يبلغ من العمر 23 عاما ويتحضر من بلدة أوديسا وهي مدينة ساحلية أوكرانية مطلة على البحر الأسود وقال زيلينيسكي في مؤتمر صحفي الخميس أن حرس الحدود حاولوا حماية الجزيرة لوقت أطول قبل مقتلهم وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه سمع بالهجوم على جزيرة الأفعى يوم الجمعة ووصف الحادث بأنه مؤلم وملهم في نفس الوقت وأضاف المسؤول بالتأكيد يعكس الهجوم ما رأيناه في الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو استعداد الأوكرانيين للقتال من أجل بلدهم والقيام بذلك بكل شجاعة وبسالة في ذات السياق تحولت معلمة تدعى أولينا كوريلو إلى رمز للمآسي الناتجة عن هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا برأسها المغطى بالضماضات ووجه الملطخ بالدماء إذ فرت أولينا من مدينة توشهيف شرقي منطقة خرايف بصعوبة بعد أن ضرب صاروخ روسي منزلها يوم الخميس 24 فبراير شباط وقد شكرت الملاك الحارس على إنقاذ حياتها ولعلها تشير هنا إلى الخالق جل وعلا فقد أدلت أولينا بتصريحات لشبكات تلفزة فرنسية وقالت خلالها إنها خرجت في حال الصدمة من مستشفى المدينة بعد تلقيها العلاج لم أتصور أبدا أن يحدث شيء كهذا ولم أتصور على الإطلاق أن يحدث أمر مثل هذا بالفعل في حياتي صورة شهيرة فقد أظهرتها الصور الأولى أمام منزلها المحطم ويداها ووشاحها الصوفي مخضبا بالدماء فبعد أن انتهى الأطباء من تغيير ضماضات صدغها وخدها الأيمن قالت المتحدثة نفسها لقد كتبنا قصائد عن الحرب أنا مخرجة أفلام ومصممة رقصات ومعلمة في نفس الوقت لقد درسنا التاريخ لكننا لم نتصور أن يحدث هذا في بلادنا أصيبت أولينا بسبب استضام شظايا زجاج النوافذ بوجهها كل ما فكرت فيه وقتها وهو يا إلهي لست مستعدة للموت لقد كنت في حالة صدمة ولم أشعر بأي ألم لقد دمر المنزل بالكامل وليست هناك نوافذ أو أبواب لقد طار الباب الأمامي بعيدا لدرجة أن أرضيات المشمع تمزقت لكنني محظوظة للغاية لا بد أن لدي ملاكا حارسا قويا هو الذي ساعدني في البقاء على قيد الحياة الموت أهوا من الخضوع لبوتين كذلك أعربت أولينا مثل العديد من المدنيين عن عزمها مقاومة الهجوم الروسي بأي طريقة ممكنة حيث قالت سأقف في شموخ كل ما في وسعي وبكل قوة أمتلكها خلف الصفوف الأمامية سأظل أن تمي لوطن الأم فقط ولن أخضع لبوتين مطلقا تحت أي ظروف فالموت أهوا من الخضوع بينما وعد الرئيس الروسي في خطاب متلفز يوم الخميس بأن العملية العسكرية لا علاقة لها بالرغبة في التعدي على مصالح أوكرانيا والشعب الأوكراني في حين قال الرئيس الأوكراني زيلينيسكي إن 137 مدنيا وعسكريا قتلوا بينما أصيب 316 آخرون في البلاد خلال اليوم الأول من الهجوم الروسي وأرضف إنهم يقتلون الناس ويحولون المدن المسالمة إلى أهداف عسكرية هذه خصة لن تغتفر أبدا وفي واقعة أخرى اندفع مراسل إلى موقع الهجوم ليعصر على رجل في الثلاثينيات وهو ينتحب بجوار جثة والده وحطام سيارة مهاشمة إلى جانب فوهة صاروخ بعرض أربعة أو خمسة أمتار على الأرض بين بنايتين سكنيتين متهدمتين من خمسة طوابق وهناك تقرير غير مؤكد عن مقتل صبي في الثالثة عشرة من عمره فيما يقول بعض السكان إنهم يعتقدون أن الصاروخ كان متجها إلى قاعدة جوية عسكرية قريبة على أطراف خرايب ثاني أكبر مدن أوكرانيا في ذات السياق أوكرانيا تشيد بضابط فجر نفسه على جسر بعدما تأخر الجنود بتدميره تسبب بعرقل التقدم القوات الروسية أشادت القوات المسلحة الأوكرانية بالتضحية التي قدمها الضابط في تالي وقال في منشور على فيسبوك إن ما قام به الضابط بمدينة هنشسيك في منطقة خيرسون جنوب البلاد عمل بطولي وأضافت أن السلطات ستقوم بتكريمه تقديرا لتضحياته فيما قالت الصحيفة البريطانية إن تحرك الضابط الأوكراني أبطأ تقدم القوات الروسية بما يكفي لكي ينتقل الجنود الأوكرانيون وينظمون دفاعاتهم لحماية المدينة من الغزو الروسي وقام الجيش الأوكراني بتلغيم الجسر الذي كان من المتوقع أن تمر عليه القوات الروسية لكنهم لم يكن لديهم الوقت الكافي لتفجيره عن بعد مع تقدم القوات الروسية وفقا لهيئة الأركان وبحسب ما ورد اتصل الضابط الأوكراني عبر الراديو وأخبرهم أنه سيفعل ذلك بنفسه يدويا وجاء في صفحة هيئة الأركان العامة على فيسبوك بعدها سمع دوي انفجار على الفور وتوفي مؤديا عملا بطوليا أدى إلى إبطاء تقدم العدو بشكل كبير ما سمح للوحدة بإعادة انتشار وتنظيم الدفاعات بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا مع حضراتكم بعض المواقف للشعب الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي ولعل ما يحدث الآن يذكر العالم كله بالمآسي والجرائم التي ارتكبت بحق المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي بقاع كثيرة من الأرض على يد المحتلين الأجانب أو الطغاه والمستبدين الذين دمروا البلاد والشعوب الإسلامية لذلك نحن نشعر بما يشعر به كل مظلوم ونعلم أن هناك حقا مشروعا للدفاع عن النفس ومقاومة المحتلين أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمون بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته